وصفة الجوانح المشوية بالفرن قدمتها مع الصلصة المطبوخة بعد ما حمرتها غمسناها بالصلصة اللي تبالت فيها وحطينا معاها الدرة المسلوقة كمان بعد ما تشربت طعم الصلصة ولا أطيب من هيك هايدي الوصفات لأولادنا بحبوها كتير بتقدموها مشوية بالفرن بديك تشويها على الفحم وتطبخ الصلصة وتسكبيون كلهم سوا مع الدرة فيك تحطيهم بهيدا الكيس فيك ترميون بالصنية متل ما بديك قدمت عجنبة صلطة ملفوف مع الجزر والميونيس حلقات البصل بطاطا والجز مخللات صلصات كل عزو أولادك شو بحبو فيك تقدمي عجنبون طبعا أنا من عشاء رزق انكل بنز عملته مع الدرة والبهارات اللي مدخنة والفلفل اللي ملون ولا أطيب من هيك بتقدميهم مع الجوانح وفخاد الباربيكو كمان أنا شاركتكن الطريقة طريقة تحضيرها جدا سهلة أهم الشي ننظف الجوانح كتير كويس ودايما بنرمي هيدا الطرف الثالث اللي بيكون بالجانح ما بيتاكل لأنه بيتجمع فيه الدم الفاسد دايما قصوه من الجوانح غسلتن نشفتن جففتن حطيتن بالصنية رح نضيف معلقة أكل من بهارات الكاجل من مجموعة بهاراتي للكيلو دجاج ومعلقة أكل من بهارات الدجاج من مجموعة بهاراتي ورح نضيف عليهم ورشستر سوس تقريبا معلقة طعام ونص لكيلو جوانح شطة سائلة اختيارة معلقة طعام نص معلقة صغيرة شطة مجروشة إضافة اختيارة ونص معلقة صغيرة كمان من البابريكا مستردة بالعسل معلقة الطعام صلصة المستردة العادية معلقة الطعام ورح نضيف أنا عندي هون صلصة جوانح لنكهة البفلو حطيت تقريبا ربع كوب وصلصة الجوانح العادية حطيت نص كوب هيدول جاهزين بالجمعيات بتلاقوهن بأي مراكز تسوى توم مهروس نص معلقة الطعام عصير حبتين ليمون معلقة الطعام ونص من صلصة الصوية المالحة هيده الباري باري إضافتها اختياري هاي الصلصة أنا بحب طعمتها مع الجوانح معلقة الطعام الصلصة الحارة والحلوة معلقة الطعام وكمان إضافتها اختياري وفيك تستبدليها بالسيراتشا معلقتين أكل من الكاتشاب رح اكتب كل الصلصة تحت الفيديو والملاح ورح نضيف شوي زيت نباتة على الجوانح ربع قالب زبدي دوبته ونضيفه عليهم وهيد البابريكا أنا كنت حاطة الشطة المجروشي هلأ ضفت البابريكا خليت تفاح شي ربع كوب رح نضيف ومنخلطهم كلهم سوا الجوانح بهيدي الصلصة وبتحطوها بالتلاجي يا قبل بليلة يا قبل ست ساعات وفيك تشويها على الفحم بهيدي التتبيلي جهزت صنية الفرن ورق ألمنيوم ورق زبدة حطينا كل الجوانح شلتهم من الصلصة وسكبتهم وجهزتهم أنا كنت عامل صنية كبيرة أسمتها نصف جوانح وعملت فاصل بيناتهم ونصف فخاد البربكيو وانا صورت لكم طريقة الفخاد ومندخلهم على الفرن ما منغطيهم لا يتحمروا عننا الجوانح ويستبوا بطنجرة على النار حطيت زبدة بابريكا مدخنة نشا كاتشاب وراح نضيف عليهم من صلصة الجوانح نص كوب ومنقلبهم رح نضيف معلقة أكل صلصة المستردة بالعسل وراح نضيف معلقة أكل صلصة الحلوة الحارة أو السيرات شو ما بيأسر احنا منحب هايدي النوع من الصلصة باقي اللي تبقى عندي من تتبيلة الجوانح ونصف كوب من المي وعلى النار لتغلي عندي الصلصة ومنخليها تغلي شي ثلاث أربع دقايق علشان تنطبخ كتير كويس لأنه احنا تبّلنا فيها جوانح تجاج مش مطبوخة انا حطيت عليها الدرة يلي سلقتها طلعنا الجوانح ما بيأخدوا معكم ساعة بالفرن دايبين دوب حطيتهم بالصلصة بعد ما تحمروا فيك تشويهم بالفرن طبعا الطعم حكاية فيك تقدميهم هيك بدون أي شي خلص أخدوا الطعم والتتبيلة فيك تشويهم على الفهم بعد ما شويتهم بالفرن حطيتهم بهيدي الصلصة يلي أنا جاهزتها على النار وتكتبت لكم طريق التحضيره خليتهم يغلوا ثلاث أربع دقايق على النار طفيت تحتهم حطيتهم بالكيس الحراري فيكن تخلطون كتير كويس تسكبون بالصنية وترموهم بقلب الصنية وفيك تقدميهم بهيك عندك إذا عندك معون أو سطل تحط فيه هيدا الكيس مع الدرة والجوانح وكل واحد بيأخد عزوقه فيك ترميهم بصنية وعلى جنبه نتحط الرز كمان اللي انت حضرتيه أو البطاطا أو حلقات البصل متل ما بتفضلوا طريقة التقديم بترجع لزوق أنا حطيتهم بهيدا المعون بالكيس الحراري كل واحد بيأخد متل ما بده مع الصلصات مخللات رز أنكل بانز بالفلف اللي ملون والدرة مع البهارات المدخنة مع بطاطا وجز مقلية مع حلقات بصل وصلصات على زوق أولاده وعملتهم صلاتة الملفوف مع الجزر والميوناز والجوانح دايبي دوب طعمتها ورحتها بتشاهي بتغمسوها بأي صلصة بتكون إياها ومع صلصتها المطبوخة ولا أطيب هذه الوصفات رح تكون مفضلة عند الصغار والكبر وعلينا وعليكم بالعافية ترجمة نانسي قنقر